من يشاهد المشهد اليوم بسبب الحرب في غزة يلحظ تشويش إنجاز التعبير في الشخصية اللبنانية أنا مع غاهر غزة بس ضد حزب الله أنا ضد حزب الله أنا أخون اللي ضد حماس بس ما في حزب الله يفوت على الحرب لا بدك تشرح لي لا ما بدك يشرح هادي واضحة هادي حسابات السلطة على المستوى السياسي هادي حسابات السلطة بدي أخد موقف ما بدك يزعل حزب الله لأنه إذا زعلت حزب الله ما بيعود يمرأ لي رئيس الأركان اللي بدي إياه ما بيمرأ لي قائد الجيش اللي بدي إياه وما بيجيب لي رئيس الجمهورية اللي بدي إياه هاي الحسابات وبيدي أتعاطف بس ما بدي حرب طبعا وبيدي أنا أتعاطف في سوليا بس ما بدي لاجئ سولي علما أنه حماس وحزب الله هني توم بمشروع واحد اسمه المشروع الإيراني يعني أنا بهذا الموضوع وإن كان الموضوع موضوع لبناني أنا لأ مع احترامي مع احترامي لنضال الشعب الفلسطيني ومع احترامي للتضحيات يلي عم بيدفعها الشعب الفلسطيني بغزة وبالضفة الغربية أنا باعتقادي ما قامت به حماس بكل صراحة وفي كتير ناس بدأت تزعل مني ما قامت به حماس هو خدمة للمشروع الإيراني وليس خدمة لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة إذا حماس نجحت في الخروج من هذه الحرب بالحد الأدنى من القوة تذكر كلامي سيخرج الإيرانيون بيوم من الأيام بعد الحرب بيقولوا زيدوا فلسطين وغزة على الدول العربية الأربعة يلي إيران مسيطرة عليها هذا الكلام الذي سيقال ما حدا رح يقول وين دولة الفلسطينية ما حدا رح يقول أبدا هذا على المستوى السياسي على المستوى الشعبي أنا بفهم وشي طبيعي أن الناس يكون عندها تعاطف أمام هذه المشاهد المروعة الموجودة شي طبيعي ولكن في خطورة بالموضوع أنه نتيجة هذا الألم الكبير الناس ما بقى عم بتفرق بين القضية الإنسانية وصارت إلى حد ما عم تدمج بين تضحيات الناس وبين مشروع حماس وإلى حد ما يشبه أنا برأيي رأي العام اللبناني ورأي العام العربي يشبه ما كان قائما بعد حرب الألفان وستة يوم اللي رفعوا صور حسن نصر الله واعتبروه هو اللي قاد العرب إلى الانتصارات بعد هزائم متتالية وإلى ما هنالك عدنا دفعنا ثمن كتير من وقتنا كاللبنانيين وكعرب لحتى نصحح هذه الصورة ونقول لا هذا مشروع إيراني هذا مش مشروع لبناني والثمن يدفع إلى اليوم طبعا بلبنان بس مش بالدول العربية لا لأن الدول العربية الدول العربية قررت أنها لا تسير خلفها كلها مواضح ولكن شغلي كتير هيني تبدأ العملية بقرار بقرار هلأ بتقلي القرار عند السياسيين هون في دور كتير كبير للرأي العام وكمان برجع بشبه مرة تانية رؤية عشرين ثلاثين كتير مهمة باللي حطة ورؤية عشرين ثلاثين باللي تبناها ولكن رؤية عشرين ثلاثين أهميتها أنا برأيي بجيل الشباب السعودي يلي تلقف ما طرح عليه ومش إنه مقاوم أصبح أصبح جندي في تنفيذ هذا المشروع وهيدا الفرق بين العمل الأيديولوجي وبين العمل غير الأيديولوجي خطورة الأيديولوجية إنه يضعها شخص أو مجموعة أشخاص يتولون القيادة والناس هن منفزين فقط لا رأي لهم بالأيديولوجيا الناس يتلقون الأيديولوجيا ويصبحون أسرة أو أدوات بتنفيذها برؤية مثل رؤية عشرين ثلاثين الناس هن مش أدوات تنفيذ فقط هن ناس يتفاعلون وهذه المشاريع تحتاج إلى ناس لأن تشتغل فيها ولأنه تخرجها من واقع الفكرة إلى واقع المشروع العملي اللي قائم على الأرض وهون أنا برأيي أنه حسب معلوماتي كنت عم بحكي مع أصدقاء سعوديين عم بسألهم قديش صار عدد المبتعثين من وقت اللي برلش مشروع الابتعاث لغاية اليوم البعض قال لي ما بعرف إذا الرائم دقيق ولا لا أكتر من مليون وميتان وخمسين ألف طيب مليون وميتان وخمسين ألف شاب وصبية راجعين بعلمهم وبكفاءاتهم إلى المملكة هود إلى واحدهم قادرين على مقاومة حرس ثوري ومش حرس ثوري وأيديولوجيا ومش أيديولوجيا كتر مختلف تماما صحيح لا اللبنانيين عندنا كتير ناس عندنا كتير ناس تعلموا في البعض طبعا مش مبتعسين أهلهم بعثوهم ودفعوا دم قلبهم من فلوسهم وفي ناس بجامعات لبنان بجامعات بمعظمها عندها امتداد غربي سواء بأوروبا أو بالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها هود ناس مؤهلين بس أنا أبتسم لأنه أول ما بدأت الحرب في غزة وبدأت حركة الاحتجاج في لبنان أول استهداف تم للجامعة الأمريكية طبعا وهذا عطول وهذا أكبر دليل أنه مقومات الصمود في لبنان ومقومات الخروج من الأزمة لا تزال موجودة وإلا ما استهدفوا الجامعة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر